بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة بقى أردر جديد على وش الخبر الحلو اللي سمعته النهاردة ربنا ما بيضيعش يطعب حد الحمد لله الناس اللي تبعتني في فيديو اللي فات هتعرف المشكلة اللي حصلت في قناتي والحمد لله لما توصلت مع الدعم رجعولي نص الفجهات وربنا يكرمني في الباقي ان شاء الله للناس بقى اللي عاوزة تعرف الكسة تتفرج على فيديو اللي فات وهي هتعرف نيجي بقى النهاردة عشان اشتغل في الطلابية اللي جات للنهاردة عاوزين أصابع الطمر بالطريقة الأصلية اللي بيستمنا يا جماعة مش اللي شفتها الأيام اللي فاتت اللي هي أصابع الطمر اللي بالزيت والبين ده يا جماعة بس كويت مش أصابع الطمر هي دي بقى الطريقة الأصلية هي ممكن تختلف من قناة القناة بس إضافات بسيطة بتفرق معاك في الطعم لكن الأساسيات متتغيرش أبدا طبعا هنا نيجي بقى عشان نشتغل في الكمية اللي موجودة النهاردة عندي كمية اتنين كيلو من الدي لو أنت عاوزة تقليل الكمية هكتبلك في صندوق الوصف إزاي بتقسمي المقدار ده بالزبط عندي بقى الحشوة اللي موجودة كيلو من العجوة ونص كيلو من الملبن أطعته كتعة صغيرة جدا وحطيت رشة من النشا عشان يتشكل معايا بكل سهولة وأطعته لصابع صغيرة كده تبقى جاهزة معايا أخلص بقى الكمية كلها وأبدأ أشتغل في أصابع التمر بتاعتي أتمنى منك بقى تعملي لايك وتعملي تعليق حلو وتكملي معايا الفجر الآخر لأنني أقولك على أسرار إزاي تعملي الشكل الحلو ده واللون التسوية دي جاي منين بشوية تفاصيل بس بسيطة عندي هنا بقى العجوة اللي استخدمتها لقيتها العجوة طرية ومش محتاجة مني شغل ولا أي حاجة هي دهنت زيت بسيطة وهبدأ أشكل فيها لو العجوة اللي عندها حضرتك تلعي تنشفة شوية ممكن تطريها بمعلقتين زبدة كده على نار هادي وهتطرى معاك بكل سهولة خلصت بقى التشكيل كله بالشكل ده هعمله لصوابع جنبي وجهزة قبل ما اشتغل في الوصفة بتاعتي لأن أنا بخمرش المعجنات بتاعتي لأن الجو كويس جدا وصراحة التخمير ده زي طريقة المخابس بالزبط بيشتغلوا على طول وبيخمروا بعد التشكيل طبعا أخلص بقى الكمية كلها كده وجهزتها هبدأ بقى أشتغل في المكونات الجفة بتاعتي طبعا الكمية المستخدمة النهاردة كمية لتنين كيلو من الدقي زي ما قلت لحضرتك هكتب لك المقدار بالزبط في صندوق الوصف حتى لو أنت عاوزة كيلو أو نص كيلو طبعا الدي المستخدم ده دقيق مغبوزات والكيك والكل حاجة نجي بقى للمكونات الجفة عندي هنا 10 جرام من الخميرة الفورية عن نصف كوباية من المياه الدفع وقلبها كده وركنها على جنب طبعا هنا هفضي بقى دي بتاعي وابدأ أحطها للمكونات الجفة عندي 5 جرام من البيكن بودر و100 جرام من السكر البودر وقلبهم كويس جدا وحط معلقة صغيرة من الملح هقلب كويس جدا وهجيب بقى السمنة بتاعتي السمنة المستخدمة النهاردة سمنة بدرجة حرارة المطبخ عندي 800 جرام من السمنة ممكن بقى أي سمنة انت بتفضلي استخدميها بس لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ هفضدي الكمية كلها كده وهبدأ أشرب دي بتاعي السمنة كله يعني ما خليش كله حتة إلا ما شاء الله دي كلها متشرب السمنة بتاعتي دي جامعة الطريقة الأصلية اللي بيستخدمها في الأفران هتغدي أحلى أصابع طمر ممكن تشوفيها خلصت بقى كل دي كله تشرب السمنة بتاعتي حط معلقة صغيرة من الفانيليا عشان تديني ريحة حلوة جدا إلى الأصابع الطمر بتاعتي هنزل بقى بنص كبية من الخميرة اللي جاستها وهكمل النص التاني طبعا هنا أنا استخدمت هنا اللبن والمية اللي اتنين مع بعض لأني لو استخدمت المية كاملة هتنشف لي أصابع الطمر بتاعتك ولو استخدمت اللبن كامل هتلاقي الأرائيش بتاعتك أو أصابع الطمر بتاعتك طرية جدا وعمرها بيبقى صاير أنا عملت تعدل بين الاتنين استخدمت المية واللبن حطيت بقى المقدار اللي استخدمته بالزبط حطيت نص كيلو من اللبن وكبية ونص من المية الدافية واللي اتنين يا جماعة دافين بدرجة حرارة المطبخ اللبن دافي والمية دافية هنزل بقى كله بالمقدار كله وهقلبه وزي ما قلت لحضرتك أنا استخدمت بس كبية ونص من المية وكبيتين من اللبن لميت بقى العجينة بتاعتي ولقيتها متماسكة وحلوة جدا وطرية وما بتشققش ولا اي حاجة يبقى انا كده وصلت للقام المزبوط هجيب برضو كطع كده وبص لقيتها كويسة جدا انا حطيت كده المقدار المزبوط هغطيها بقى بكيس وهبدأ اجهز الحاجات اللي هشتغل فيها على طول انا مش هخمرها يا جماعة انا هشتغل فيها على طول نجي بها في اول واحسن سر ممكن تستخدمي لاصابع الطمر طبعا انا مستخدمة هنا شربات خفيف ايوة هستخدم لدهان اصابع الطمر شربات خفيف ده يا جماعة السر اللي بيستخدموه في المخابز لانه بيديكي طعم حلو جدا ولون كمان قوي للا رقيش او اصابع الطمر او المينين او العجوة جرابي تدهينيها بالشربات الخفيف ده هيديكي نتيجة حلوة جدا والشربات ده بتعامل زي شربات البسبوسة بالزبط بتجيبي كوباية من السكر عليها كوباية المياه تغلي غلوة بسيطة وتسيبها تدفى كده وتبدأ تشتغل بها احلى دهان هتاخديي ان شاء الله لاصابع الطمر بتاعتك غير انه هيديكي طعم حلو وكمان هيديكي لون زي اللي بنجيبه بتاع الافران بالزبط هما اللي بيستخدموا لبن ولا بيت هبدأ بقى جيب جزء من العجينة بتاعتي وعملها الشكل المستطيل ده طبعا السمسم ان انا مستخدمات ده ده انا جايباه سمسم ابيض ومتجياله نصة تحميسة في البيت كده عشان تطلع الريحة بتاعتي واديني ريحة وطعم حلو جدا لاصابع الطمر بتاعتي اطاعت بقى كده الشكل وحاول اساويه عشان يديني كل اصابع الطمر كلها قد بعض واجيب جزء من اصابع العجوة بتاعتي وحطها وادبك الف نص لفة كده بسيطة واهم حاجة اقفلي الطروف كويس جدا انا بعيد عليها مرة واثنين ولازم تسويها كويس جدا عشان تديكي نتيجة حلوة خلصت كده هجيب الجزء التاني بعمل لفة يضوبك اقفل عليها اللفة الاولانية واللفة التانية اضغط وقطع بصدق انا ما باقطرش في العجين عشان تديني طعم حلو وبيبان طعم العجوة فيها اقفلت كده كويس جدا وهم حاجة جماعة لازم تقفل الطروف جويس جدا هجيب بقى الدهان بتاعي زي ما قلت لحضرتك اللي هو الشرباط الخفيف والسمسم احط في الشرباط على السمسم على طول بتهيال اسهل واسرع الدهان ممكن تعمليه هتغدي لون حلو جدا وطعم كمان احلى طبعا لو انت مش هتقدر تحكمي في الكمية الطويلة دي ممكن تقطعها كطع صغيرة وتعمليها بس بالطريقة دي انت بتضمني انت بتقطع اصابع التمر كلها قد بعض خلصتها كده وانا هنتهى وابدأ جيب القطع بتاعتي انا استخدمت القطع دي لقيتها مش بتقطع كويس جدا هجيب السكينة هي هتقطع معايا احسن ان شاء الله بوريك كده انا جبت السكينة بصي ما شاء الله الشكل عامل ازاي طحفة يعني شكلها وهي ني شكلها طحفة باذن الله لو جربتها وجربت الطريقة دي هتعجبك بجد وطعمها رهيب ولو جربت الدهان ده هيديك لون وطعم بجد زي بتاعت بره بالزبط هبدأ بقى شكل نفس التشكيلة دي التشكيل بقى هنا حسب رغبتك انا هعمل كمية صغيرة وكمية كبيرة وانت هنا بتشكلي قطعي حسب الكمية اللي مطلوبة منك صغير طويل كبير ده يرجع لزوئك وزوء حضرتك او لو انت هتعملي بقى اردر او فكرة مشروع شو في الطلبية اللي مطلوبة منك كبيرة او صغيرة واشتغل عليه بساوي الحروف زي ما انت شايفة كده وابدأ اجيب بقى الحشوات بتاعتي نفس الطريقة هكمل كل الكمية اللي عندي على نفس الشغل بساوي كده وبقطع يضبك بلف لفة زي ما انت شايف يضبك لفة واحدة واللفة التانية بقفل فيها وهم حاجة قفلي كويس جدا وانت كمان بتحطي في الصينية بتاعتك او الصاب حطي على الجزء اللي انت قفلتيه او تحطيه على الجزء السليم لأ حطي على الجزء اللي انت قفلتيه عشان تضمني ان اصابع الطمر بتاعتك ما تفتحش منك وانت اثناء التسوير زي ما انت شايفة كده بلف لفة تانية وبقفل كويس جدا اتمنى منك بقى لايك وتعليق واشتراك في القناة عشان يوصلك الشغل الجديد اللي هنزله الفترة اللي جاية زي ما انت شايفة كده خلصت بجيب الدهان بتاعي الناس بقى اللي مش حابة تعمل الشربات ده ممكن تجيب معلقتين عسل عسل نحل وتزودين بشوية مية هي هتديك نفس النتيجة بالزبط بحط كده ولو مش هتقدر يتحكمي في الصبع كله ممكن تعمليه قطع صغيرة وتدهيني مفيش اي مشكلة بحاول كده ساوي لاني بعد ما بساوي ما بغيرش الشكل ابدأ بقى اشوف كده الكمية اللي عندي قطع حسب الكمية اللي موجودة صغيرة بقى كبيرة بحاول اساوي الموضوع وقطعه بالشكل اللي انت شايفه بصي ما شاء الله هبدأ بقى اشتغل هكمل بقى شوية بالعجوة وشوية بالملبن اللي موجودة عندك بقى تعملي به هنأطلك على كل الاسرار اللي ممكن تعملي بيها احلى اصابع طمر ممكن تشوفيها والطعم بجد لو جربتيها هاجبك جدا طبعا كل حاجة بينا قداميك اهو ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك هكتب لك المكونات بالزبط في صندوق الوصف طبعا زي ما انت شايفها بقى فيه لكواس جدا هخلص بقى كل الكمية اللي عندي على نفس الطريقة هشكل كل الكمية كبير وصغير وطبعا بعد ما اخلص الكمية على طولها سوي يا جمعة انا ما بخمرش خالص الحاجة بتاخد الخميرة المزبوطة بتاعتها اشتغلي على طول وان شاء الله الحاجة تطلع زي بتاعت بره بالزبط هبدأ بقى الربط خلص اول صانية واول صاجة عندي هبدأ بقى شغل الفرن بتاعي واقولك على التسوية المزبوطة اول حاجة شغال الفرن بتاعك على درجة حرارة عالية او في الاول شغالي فوق وتحت يعني شغالي الشوية وشغالي الفرن على درجة حرارة عالية واول ما بتدخلي الصانية بتاعتك او الصاج بتاعتك ادفل شوية من فوق وقللي النار شوية هتغطي تسوية زي بتاعت الافران بالزبط هما بيعلوا درجة الحرارة قوي عشان الفرن يبقى دافي وبعدين بيتوطوا شوية النار ويدخلوا الحاجة هتطلع معاك احلى تسوية بجد من فوق ومن تحت والشكل كمان تحفة واخد لون حلو جدا خلصت بقى شايفة كمية اللي انا سويت هناك قد ايه على ما خلصت الشغل تاني عشان الفيديو بتاعي ما يطول معاك بص المنظر لون حلو جدا وشكلها طول عجميل بص التسوية عاملة ازاي وشكل من جو بجد تحفة وبص ما شاء الله مفرغة وشكلها حكاية وطعمها بازن الله لو جربتيها تعجبك جدا خلي بالك من التسوية اللي قلت عليها لحضرتك قبل بعد ما تخلصت الكمية ولع الفرن على درجة حرارة عالية الشوية في الفرن وبعد كده ادفل الشوية ودخلي بقى التسوية بتاعتك على نار متوسطة هتغذي احلى تسوية بالشكل اللي انت شايفة ده خلصت بقى الكمية كلها بالطريقة دي وكلهم طالعين نفس اللون عشان انا زبت الفرن بتاعه زبت درجة حرارته بالضبط عملت بقى الشوية الصغير بص تسوية كلها عاملة ازاي بتهيق لي يا جماعة احلى واحسن طريقة لو جربتيها بجد هتعجبك جدا هبدأ بقى اشتغل وعبي الكمية اللي عندي وزاي ما شفت الحضرتك الكمية اللي عندي ما شاء الله عملتلي اكتر من عشرة كيلو شايفة كمية ايه طبق بقى زمانتي شايفة بيطلع كيلو كيلو ونص اتنين كيلو تشوفي بقى الطلبية المطلوبة منك ايه وعبي عليها وكملي ودي كانت اردلر النهاردة وتمنى يكون عجبكم جدا وقلتلك على كل الاسرار اللي اتطلع منها احلى واحلى بجد واحسن طريقة لعمل اصابع الطمر الاصلية اللي بيستمنا يا جماعة اتمنى منكم بقى لايك واشتراك وشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتي بسيطة وسهلة وشكرا وشكرا لكل متابعة وقفت معي الفتش اللي فات وعملتلي تعليق واتعيدلي بجد بشكرها شكر جزيل للقلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة